اشتركوا في القناة الوراء تتنبه الى الاصدام وتقول راه ربما اليوم تأخرنا كثيرا في ايجاد حل والحل يبدو صعبا موجود ولكنه حل صعب لإيقاف ولا لتفادي الاصدام اللي نجم يحصل شنية السدام اللي تكلم عليها عدن منصر خلنا نوضحوا التصوير منش متخوف عدن منصر شكرا لك بكر عبدالدعوة شهرونها كمبروك شكرا جزيلا وفي الحقيقة اذا كان ثم زوز قوات تبدأ متجهة نحو بعضها بسرعة تزيد واذا كان ما يصيرش انحراف القوة هذه ولا القوة هذه فانو يصير الاصدام بوضوح والاصدام مش يكون عنيف حسب سرعة كل طرف وحسب حجم كل طرف وهذا هي فيزياء وتسري على السياسة وتسري على علاقات البشرية وعلاقات الإنسانية كل شيء فلنحدد الطرفين وسرعتهما فلنحدد الطرفين برابط شعندك انت مجادي عندك قيسعيد مع ميول السيطرة على معظم الدولي بالدولة ومؤسسات الدولة وهي سيطرة لم تعد تخفي نفسها ما عارش يعني يعبر عليها بنصف الكلمات يعبر عليها بصيفة وعض حق كما شوفنا في سيطرة بعيدة قوات الأمن الداخلي وستكون لذلك استطبعات كما قال زيادة كاريشان بكري شوية أكيد ثم عنا مجهة الأخرى حركة النهضة وفي الحقيقة تسمى تحول لأنه اللي كان خصم قيسعيد في البداية ما كانش حركة النهضة كانت كان قلب تنس وما كانش تسمى داعي لعدائية خاصة بين قيسعيد وحركة النهضة ولكن تسمى عوامل اشتغلت مع بعضها وجعلت أمنه الطرفين اليوم في حالة مواجهة كاملة رئيس الجمهورية ثم رئيس حركة النهضة اللي هو رئيس البرلمان من الجهة الأخرى وفي الحالة هذه ما ما سماش إبكانيات كثيرة إلا الاستدامة والاستدامة الصهارة قبل ما بين الدولة بغض النظرش كون يمثلها ولكن يمثلها رئيس اللي كان يملك في يده جميع مؤسسات الدولة وحركة سياسية ما كانش معترف بيها ولكن كون تكون معترف بيها ومش معترف بيها في وضعية الصدام كما نهك في وضعية الاستعداد للصدام ما عندوش يعني كلمة عن بعض 80 اي نحكي بالضبط نحكي من 87 ونحكي من 89 ونحكي 91 ونحكي كلام شنوني صار صدام لأنه في لحظة معينة حتى حد ما أفهم أنه حساباته رأيه مش بشرطه صحيحة احنا اليوم يظهر لي في الوضعية هذي كل طرف يعتقد أنه جمع كل العناصر بيش يفوز في المعركة هذي وبيش يحسمها طول ماضي يكونر في الحقيقة هذا قاعد يشوف فيه وهذا رأيه معوش دقيق لأنه تمك برشة عناصر خارجة من الحسابات والعناصر هذي قد تكون مؤثرة الانتيزة في الأخر بالكل لن أنت تقول حتى طرف بيش يخرج منتصر بطبيعة الحال لأنه كل طرف سيصادم الآخر ليس بقوها الذاتية فقط وأنه بمحاولة جلب قوة أخرى معاه في المعركة هذي ثم نحن في بلاد واحدة والأمر يتعلق بزوجيهات تسير جزء من الحياة السياسية وجزء هام من مؤسسات الدولة ما نتصورش أنه حتى أنه حتى يخرج منتصر من هذا في سياق جائحة في سياق أزمة اقتصادية خانقة في سياق أزمة أمالية خانقة في سياق عزلة دولية كاللحظة سبقر إحنا ولينا وكأنه في عزلة دولية الآن صحيح سمى أسباب الجائحة وكل شيء ولكن ما سماش كالحركية الدولية اللي ما زالت تعتبر تونس مثل أو نموذج أو مكياس أو ما إلى ذلك هل كلنا مسؤولين عليه بطبيعة الحياة هل تفرم؟ نعم حتى حد ما هو بشير بح في المعركة هذية مطلقا مطلقا ووقت يش توصل الأمور إلى درجة خطيرة ووقت اللي يصيرها كالتصفيفة بتاع الجنود من الجيه هذي ومن الجيه هذي الجنود بصفة بصفة رمزية واعتبارية ووقت اللي يولي المتطرف من الجيه هذي والمتطرف من الجيه هذي هم اللي يقودوا المعركة ووقت اللي يولي الناس اللي خايفة من منصدام كما هذا على البلاد تتهم بأنها مصطفى إلى هذا الجانب أو بعض الضبط هذي هذي نفسيا ودعائيا وقت اللي تولي الدعاية موجهة ضد الناس اللي تقول رو دردوا بالكم رو ماشين للحاجة خايبة ووقتها هذي كانت تقريبا آخر مرحلة أقبل شنية الحاجة الخايبة اللي ماشين لها عدن المنصر هذا السؤال تو ماشين للصدام ما معنى صدام خنفهم شنية حطني في صورة الصدام يعني شوف ماشين لي استعمال أساليب ثم شك كبير في شرعيتها ضد الخصوم السياسيين سواء كما رينا مع تسريبات النائب رجل خياري اللي هي أنا رأيي إخذات الأمور إلى درجة درجة العودة في العلاقة بين حركة النهضة وبين قيس سعيد لأنه أصبح بوضوح واضح أنه يعني الجهة اللي في مواجهة قيس سعيد أصبحت تهدف إلى عزل الرئيس مهما كان الثمن ومهما كان حجم التشويهات ومهما كان حجم الإساءة اتهام رئيس الدولة بتلقي أموال من خارج وبالعمال للخارج وبالعمال للمخابرات الخارجية يعني هذه أقصى حاجة مثلا ماش حاجة أكثر من هذه وهذه تابعة لمسار كامل احنا شفنا الحديث على عزل الرئيس والخيانة العظمى والخارج الجسيم للدستور شفناهم من الأشهر بطريقة متفاعدة ثم من الجهة الأخرى عنا رئيس الجمهورية يعتقد أنه بإمكانه استعمال وسائل الدولة الأمنية والعسكرية والقضائية ضد خصومه والباب سيكون هذا يعني سيكون ربما سلسة من الملفات القضائية ربما سيكون اعتقالات ربما سيكون محاكمات من نوع اللي تقوم به المحكمة العسكرية في قضايا مثل تشويه القائد على القوات المسلحة يظهر لي نمشي معك خطوة القدام سيعدني المنصر نعم الاقدام على ما سمي ربما بالانقلاب والانقلاب الناعم كما قال نجيب شابي أو الانقلاب أو كده أو الاستيلاء على صلاحيات ليست منصوص عليها في الدستور إلا توسيع من صلاحياته بقرار أحد منه هذا يطلب أنه عندك مؤسسات قوية تدعمك وتنفذ ما تطلبه نتكلم اليوم على وضعيه مثلا قيس سعيد هل هذا متوفر له اليوم؟ لا هذا ليس فيه شكوك كبيرة بيتا مفوري يعني أنه دي مثل المراحل هذه شو بكر الوقت اليابنسان السخون في العركة يعني متطور أنه كل ما ينويه قادر على تحقيقه هنا يعني رئيس زمهورية حتى ولو قال أنه قادر على قوات المسلحة العسكرية والأمنية هل هناك يعني تأكيد أن هذه القيادات الأمنية ستتبع أي توامر يعطيه هو بسكة مباشرة؟ يعني أنا رأى أنه الرجل ربما يستسهل كثيرا هذه الأشياء كون أنه ما يقوم به قيس سعيد انقلاب هذا أنا أعتقد أنه فيه تضخيم قيس سعيد عنه مش لمع دستور صحيح؟ ولكن أن يقوم أنا ما يقوم به قيس سعيد الآن هو انقلاب أنا لا أقول هذا الكلام لأن هذا الكلام هو كلام حركة النهضة أولا ولأنه فيه تضخيم ولأنه وراء هدف بطبيعة الحال الانقلاب هو أخيرا عظبا للدستور واضح دوك سمت السلسل المنطقي في هذه الاتهامات بش قاعد يعمل قيس سعيد إذن رئيس الجمهوري؟ قيس سعيد قاعد بطبيعة الحال أنا قلت أنه قيس سعيد عنده مشكلة مع دستور واضح أنه يعتبر أنه هو يساوي أكثر برشا من الصلاحيات اللي عادها للدستور وهذا قديم برشا عنده مشكلة مع الأحزاب عنده مشكلة مع الطريقة اللي إراها غالطة في إدارة الشأن السياسي لكن المشكلة مع قيس سعيد هو أنه إراه أنه كل شيء غالط ولكن ما قالش شنوية صحيح ما قال ما أعتاش البديل ما أعتاش التصور ما أعتاش الرؤية هذا يخلي أنه وضعية التهديم اللي ماشي فيها قيس سعيد ما هيش وضعية مشجعة حتى للناس اللي قاعد على الربوة ما هيش وضعية مطمئنة لأنه لا أحدا يعيد بشيء بعد التخريب الوضع بعد المصادمة بعد الصدام بعد المواجهة أنا أقول اللي قاعد سعيد ما زال لم يحدد ما يريده فيما عداء فيما عداء كونه يريد التحكم في كل شيء وهذا في بيعت الحال ماهوش ماهوش منساق وماهوش منسجم مع الوضع السياسي والعرض السوري سعدان منصر مدير الديوان رئيسي ساحب القناتي وستاذ جامعي ناشط سياسي ممكن رفض جزء أهم منتوانسة لمنظومة الإسلام السياسي يخلي رئيس الجمهورية يلقى أكثر دعم لأنه هناك عقلية هناك تفكير يقول خليه يقضي على الإسلام السياسي هذا توجه لي جزء منتوانسة حتى من نخبار صح صح صحيح وهذا يخطير لأنه أولا نشوف في الوصل لتحركة النهضة الناس باش تبدأ ولد يعني واحد كما قيس العيد عمره كان معادي للنهضة وعمره ما كان عنده مشكلة مع السلام السياسي ولكن رغبات الهيمنة حركة النهضة ورغبتها في السيطرة على كل شيء ورغبتها في المحاربة أي نفس تشتم منه أنه مناوى لها وأنه معارض لتوجهات نشوف في الوصل الناس ثم من جهة أخرى شنو عنا تطرف في النظرة السياسية فما نستعتبر أنه بعد ما تسهل دمامكم من البناء أنا لست من هذا لست من هذا الفستات لست من هذا القسط أنا أقول لكل مشاكل السياسية يمكن إيجاد حلول لها فقط بعملية إعادة بناء فيقة المشكلتنا الآن أننا مشينا في تدمير فيقة بناتنا إلى مستوى بعيد برشة أو إلى درجة كبيرة برشة رأوا مواجهة فصيل سياسي بالإبادة سواء كان هذا الفصيل يعني اليساري واليميني أو ما إلى ذلك رأوا هذا يعكر الأمور ربما يعطيك انطباع أن الأمور تحصلت بعد عام أو ستشهر وكثرة وعلى المدى البعيد هذا يعود يخلينا نبدأ من جديد من جديد في كل شيء أنت الآن عندك وضع سياسي عندك دستور تحاول أنك تلقى يعني من سوء الحظ المبادرة متع الابتحاد وقع رفضها من الطرفين وليس من قيد السعيد فقط كلهم رفضوا مبادرة الابتحاد لأنه كل واحد اعتبر أنها تستنقص من دوره في التاح السياسية وقيد الابتحاد مع ناس أخرين ربما بعض السياسيين وبعض الحزاب وما إلى ذلك اللي يخذوا مسافتهم من الصراع الحالي أنهم يطرحوا مبادرة جديدة فيها أفكار عملية معناها مبادرة ميزة أزور تجعل بالوضع فيما عدا ذلك ربما نكون متجهين إلى يعني هذا الصدام الذي لن يخدم أحد في يد البيد ساعدنا سؤال أخير وإجابة سريعة في جملة هل أنو على حركة النهضة أن تصلح ما أفسدت بيدها هل اليوم مسؤولية ملقاة على عدد حركة النهضة نعم أنا من رأيي هذا أنا أنا من رأيي أنه هذا الأول حلول في الموضوع هدايا أول عناصر ربما لإبداء حسن النية وإبداء الاستعداد لتحسين الأمور أول خطوة يجب أن تصدر من حركة النهضة لأنه هي من ساهمت أكثر من من قيستعيد في تعفين الوضع تعفين الوضع على كثير من الأصعب وأنا أعتقد أنه الفيزيب اللي يلزم يبين هدايا هو الحكومة مسألت الحكومة مثلا ربما تبدو الآن ولدت في درجة متأخرة على تظهر وكأنها ثانوية ولكن أنا أقول اللي ممكن تكون يعني بداية حل بداية بداية حل نعم شكرا جزيلا عدنان منصب بلك الله وفيكسي عدنان شكرا جزيلا